اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب المنظومة الإنسانية والحقوقية المتميزة في مملكة البحرين وما تشهده من تقدم رفيع وفق رؤية عصرية ومنهجية مؤسسية وثقافة مجتمعية راسخة في ظل النهضة الشاملة لجلالة الملك المعظم ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأكدت معاليها دعم مجلس النواب لمواصلة العمل والإنجاز في تطوير المنظومة التشريعية الحقوقية في مختلف المجالات خاصة في مجال العمل ومكافحة الإتجار بالأشخاص والمضي قدما لإعلاء الحقوق والواجبات وفق المبادئ التي جاء بها ميثاق العمل الوطني وترسخت في دستور مملكة البحرين وثمنت معاليها جهود كافة المؤسسات الوطنية المخلصة وما توليه من حرص واهتمام وما تقدمه من مشاريع ومبادرات وبرامج نوعية رائدة في مجال رعاية حقوق الإنسان